وحشتني عدد نقوم السنة وحشتني عدد سامح يا سامح شو هي بقى كمان عزيزتي ديمة أعذريني اضطررت عن أنشي قبل أن أودعك فقد سرقني الوقت معك ولم أكن أتوقع أن أنسى الدنيا بين يديك حتى شروق الشمس شروق الشمس يا سامح حسنا سلامك حلو بس كله كذب حلوة وكاديا ليسا دقتك حبيب قلبي البرنس كوانة كوانة تسلم أبو سيف سيفين سيفين يا برنس يا عام خلي سيفليك و سيفلي بكل تطلع الشغل يحلى كلها كم سعر واطلع وشهاوة يا برينس الشاوى قدب مش عرض كتاف الله 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 دي كلمة جديدة يا وعلى ودنا يا برينس هتستغرب سمعتها من مين سمعتها من مين يا برينس حرمة 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 بس مزان ايه حرمة حرمة تتقل بمزان الدهر اللي قولي يا بوسفين هو عمبر الاعدام بعيد عن هناك ومش حاجة تبعد عنك يا برينس لو عايز تجرب الاعدام قولي قولي وانا قتلك واحد وسميه على اسمك تمان ده يا بوسفين لا بس في واحد اسمه السمري قابل الحرمة اللي انا قلتلك عليها عايز اشوفه اوكي شيري هل يمكنك تتحدث معي في الانجليزة؟ نعم سير اوكي 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 وممكن اتكلم في اي موضوع حسنا بس اوكي بس اعط الخير بس اعطى نور يا دكتور ها الاخبار ها شيري بقت هيلة طيب يا شيري عندك بريك نص ساعة شكرا ما لك يا دكتور سامي؟ في حاجة مزع عليك؟ أيها شروب أنا أصلي مسافر فاريس النهاردة طيب وهي دي حاجة تزعل برضو أديك هتروح وتشوف البنات الخواجات وتمتع عينيك تيقلك أنا أصلي مش عايزة سافر عايزة على الجنب يا شروب مش عايزة أبدع منك أبداً يا شيخ سافر ما تشيلش هام وهناك هتشوف بنات وأكيد هتلاقي حد أحسن مني مليون مرة تيقلك المومة ناخد معي سديهات كتيرة ليكي وأحارضها على المؤسسة هناك وبناء على التقرير اللي هيكتبوه هتشوف بقى تخش مرحلة نهائية إمتى يعني خلاص هانت يا شروب وليلي أجيب لك ما من باريس هنا جاي مش عايزة أي حاجة عايزة ترجع لنا بالسلام ما أنت؟ انت بقى جوز أخت شروبها؟ أيوة باشا قولي هي فين دي باتي؟ لا باشا ده سافرت دلوقتي بره ماصلي خلاص قولي هي تجوزت ولا هي الأخبار؟ قولي يا باشا العلم عند الله بس أنا أحني مظنش وبعدين يعني يا باشا لما وأخذة أنا كنت عارف يعني أن حضرتك كنت عايزة بس 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 خلاص خلاص أنت بره قلت لهم أنت عايزني في موضوع شخصي يطلع إيه في الموضوع له قعد والله يا باشا أنا مخبش على حضرتك أنا كنت مقدم طلب تشغيل في السيراميك والبلاط والرخاء فعلوا لي أن المقطعية اللي هم كانوا عايزينها خدوها خلاص قلت لهم طب اشتغل نقاش ولا محار ولا أي حاجة في أعمال المعمارة باشا بس يعني أهم حاجة أنها تكون شغلانة سادة وبيني وبينك كده باشا يعني أنا لما وطيت على الرجل اللي مسكت تشغيل قال أنه هو عايز يتعكم بخمس بواكي وعيالنا على طول وبيني وبينك بقى باشا أنا قلت ما بديهاش أنا أدخل عن رأسي كبيرة وهو أكيد هيعمل حساب دا المعرفة القديمة إيه يا بدلاتي بتقول ده بقى مدير التشغيل طلب منك أنت خمس سلاف جنيه حصل يا باشا وأنا على استعداد أقول الكلام ده في وشه طب قل لي هو قالك هياخد منك الفلوس دي فيه من الزبط أنا في الشارك يا باشا ولما أغزعني هو هيفتح الدرج أحطولي الفلوس يبديني إذن التشغيل على طول طيب اللحظة واحدة نادية تحت عمرك يا أستاذ أدهم اسمع نادية عايزك تروحي على الخزن هي تسحبلي خمس تلاف جنيه وعاوزك كمان تعلميهم علمهم؟ مش فهم يعني تعلميهم وتاخدي كمان الأرقام بتاعتهم فهمتي؟ آآ فهم حاضري فل يلا بص بازي أنا دلوقتي هجيب لك الفلوس وأنت هتاخدهم وتطلع بيهم على بر وأنا هجيلك كفانك هتعمل بصد طبو هتعين يا باشا هتتعين يا باشا بقولك أنا شوفت أختي شروق وهي ركب جنب الدكتور سمح في العربية وبالأمارة نمرة العربية فيها صفرين مش كده؟ بس ده مش دليلة على أن أختي كانت معاني لأنك ممكن تكوني لعطي نمرة العربية وجاية فابريك يا أي حكاية؟ أفابريك إيه يا ستة هاني؟ أنا شايفاهم بعيوني دول وبعدين لما ندنا بصوت عالي أم الدكتور سمح خطفه أشه جري زي الهربان مش كده يا مزمونة؟ تمام كل اللي بتقولي شوئية تمام هو فين بقى البشا عشان نوعد هوا؟ بشا إيه؟ البشا مسافر باريس ابو تعالوا شوفوا لما ييجي وبعدين اتفضلوا أنا مش فاضيه لكو إلا هندهلكوا البوليس لا لا إلا هندهي الموليس بقى وإحنا مش هنمتعد عن من هنا يا سلام يا عم عم ايه يا سيسي كوني؟ وصي بقى اتشافلك كده قدرجيه هتفعامي الفونة إحنا عارفين إن شووق عندكو وإن انتو خبيانها أنا مش عارفة انتو خبيانها ليه؟ بس إحنا مش عايزينها أنا هقولك عالحكاية وإنت كده تعقليها وتنفذ اللي إحنا عايزينه والشيء لزم الشيء تكلمي عشان أنا مش فاضية البيت الصغيارة شرباء أخت الشروق في ناس خطفينها وعايزين عشرين ألف جنيه عشان يسيبوها إحنا بتضليم وصلنا معامل خمستاشر اديونا الفلوس بقى وإحنا نمشي ومشي تشوفه الشلة تاني هاي دي بقى الفون اللي إجي هتقشريها بقولك إيه؟ انت هتعملي المطلوبة اللي هنجرزكم هنا يا حرمية يا حوش جايين تبتزونا تاني ده لأنا كنت عامل حسابه يلا اربوهم برا ولو راجعوا تاني هتقولهم الموليس لا لا برا اخوة ده رايز عطريس الخمس بكاوهم وعليهم بوسر هاتبقى إذن التشغيل براحة يا أخوة شوية بشويش انت ايه؟ في صحرا يا عم صحرة ايه ما هي كلها صحرة ريك هاتبقى خلصنا تفضل يا أخوة الإذن بتاعك أهو ايه ده عطريس؟ بتاخدوا رشوة من العمال عشان تشغالهم؟ مين اعرفك به؟ انا معرفش حاجة انا انت ايه عطريس؟ انت حرام ومكتشي مظم الفلوس في جيبك هاي على فكرة بقى الفلوس اللي في جيبك ليه متنقلة اعتقد يا بابا ان دلوقتي مفضلش غير ان احنا نتصل بالموليس بابا هنتصل بالموليس وحنبلغ النيابة وحيتقبض عليه كمان كده برضو عطريس بس اسرن عليه يا أدم لما نعرف ان انت بياخد الرشاوي دي اخوة سيدك ماشا اخوة سيدك ماشا عندي اعيال عايز اربيهم يا بابا مالكش دعوة ايدي عايز تربيهم من الحرام برضو يا عطريس ده نباتيك اعلى مرطب بياخده اللي زيك في السوق انت بتشرب مخدرات يا عطريس مش كده اه يلا ضيعتنا يا بابا ماشا يا عطريس انت قدامك حل من اتنين يا اما ترجع الفلوس كلها للناس اللي خدتها منهم يا اما تروح السجن هرجع يا بابا هرجع هرجع هتردع ماشا يا عطريس هصدقك برضو متفضل انتبلي هنا بقى اسماء كل الناس اللي خدت منهم فلوسا وتكتب على نفسك وصولات امانة ليهم بالمبالغ اللي خدتها منهم وإلا خلاش يا بابا شا والله هنفز هنفز طب وانا يا باشا وانت ايه؟ اوه مش عطريس ادك ازني بتشغيل اوه يا باشا خلاص مام بوكرة هتزير الشو الله اعمر بيتك اهدهم باشا الله يخرب بيتك ابوها اسماء ام انا مش مصدق نفسي بقى بعد الحارة وطفح المجال وانا بيب البوتاجاز والسامكرية والعرق والزحمة والحرق والحيطان اللي بتنشع ملح ورطوبة اجي اسكل هنا هنا في شعقة سوبر لوكس ياه 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 ريكو اجي استرخوا استرخوا وحشليني يا حبيبي وإنتي كمال أخبارك إيه؟ الحمد لله أخبارك سيارة إيه؟ تريد تريد بياني سهرانة مع جوزة بيتعاشوا على نهر السين إنما هي فرحانة بيه بشكل طيب كويس هي رأيك ما هي تيجلوا حلوة؟ لا يا حبيبي أنا طول النهار بلف في السوق وتعبانة جداً وبعدين مستنية أنه هي رأى بازة ما أنت عارفة؟ أما فتحت حدة بوتيك إنما يخبلي قصة يا سيدي اتجوزت واحد مغربي معايشة عيشة ما تحلمش بيها بعد ما هربت بفلوس جزء لأولاني الله وحشان أنا النميمة بتاعتك دي يجب أن نقع النميمة ما بقعنا كثير بس بصراحة فريس وحشاني أكتر اتشكلة بقى أنا خارجة تعالش برحة طب أغير عدومك أو بالما فضيلك شنطتك حاضر أطلع أخدوش وغير نقل بس إيحكي أتفضيلك شنطتك دي ما فيش خدم هنا ودقيه معقولة شروة هانم قاعدة هنا من غير خدم حواليها كان عندي واحدة من السنغال مشت قولي أخبار باباك إيه خش برجلك اليمين يامين ويا حبيب وقولي بقى أي رأيك إيه رأيك إيه رأيك إيه ده إيه الحلاوة دي كلها اتعاملتي لأم ده عملت بلاهثة وحب وشوق عشان يجمعنا سوا يامين بس أكيد الشقة دي كان لفتك أكتر من اللي أنا بدي تولد بكتير اوه أنا بقى باللي خدت وتصرفت وتشطرت عشان تعرف إن مرتك مش أي أي طبقا سيدي من نسبة الشقة الكميلة دي بقى اتفضلي هذه شبكتك إيه رأيك إيه ده إيه ده إيه المفاجأة الفضيحة دي ربنا يخليك لا يا ميمو ما يحلمنيش منك أبدا وبكرة هروح أستلم العربية كمان كده تبقى كل حلمك اتحققت العربية والشقة والشبكة أنا حلمك كبير هو عرضك عني أنت يا ميمو ده بكنوز الدنيا كلها كلامك الحلو ده هو اللي يتجننني انت لسه شفت حاجة تعال بقى عشان أوريك بقيت الشقة موسيقى 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 اشترك موسيقى موسيقى هل أنت تعرفني فهي درارتي مههمة أولا في باريس بخصوصك؟ اجتماع في باريس بخصوصاً نعم؟ مجلس المؤسس يا سيتي هيجتماع النهاردة حتى نشوف نتائج البحث في المرحلة البرنامجية بس حضرتك كده شكلك إنك ألان يعني لأثر لأبدك بالعكس أنا متطمن جداً لأنك تعلمتي حاجات كتيرة قوي في فترة أقل من اللي موجودة في البرنامج وبعدين الفترة الجاي هتبقى أثر طبعاً حضرتك عوزة في حاجة تانية دكتور؟ هازا حاجة تانية يا شاي؟ لا أبداً متشكل يا دكتور أنا أهم حاجة عندي إن أنا أكون عند حصن ظن لا يا تطمني أنا مرسوط من النجاوي ومشانه بس والأستاذة بتوعي كمان فخوري بيكي حس كده بقى أنا بصراحة عايز أطلب من حضرتك حاجة وأنا موافق من غير ما تولي عليها يا ستي إن شاء الله يخليك يا دكتور أنا بس كنت عايزة روح أبص على أهلي تطمن عليهم من بعيد لا، أنت عارف كويس قوي أن ده شرط من شروطي المهمة جداً الفضالي دلوقتي يروحي على دروسك يا دكتور أنا بس كنت ودلك الفضالي على دروسك واضح إن دلعنا فيها بقى مطمعها قوي رويدة كنت سحبت من الإدارة المالية فلوسة علشان تشتري بشتروات بعشرين ألف جنيه أي، عشان أجهزت الكمبيوتر وتجددها وصيانتها وفيني الفواتير، مش شرت رابطها منك إيه ده بقى، أنت بتشوكي فيها يا دكتور بقى أولا أي ما شكش ولا حاجة، بل زي السيستم المؤسسة ماشي عليه، الفواتير لازم تبقى مظبوطة وأنا عشان جبت الحاجات بأقل من تمنها، ومقدرش أجيب فواتير تغطي المصروف جبتي فواتيري بكام؟ بعشرة بس طيب، أنا هتبقى على عشرة تانية، بس الموضوع ده ما يتكرارش حاضر، بس أنا مش عايزة أشوفك متنرت أنا ما بحبش أشوفك وأنت متعصب كده يا ميمو وبعدين عايزة أقول لك إن أنا اشتريت شوية حاجات هيعجبوك قوي على فكرة أنت لازم تيجي النهاردة بدري عشان أنا عاملة لك مفاجأة حلوة قوي 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 أنا ههدي على شوبرة، وبعد كده هطلع على عشينا يا ميمو يا حبيبي آي يا بابا، أنا الحمد لله تماما الناس هنا مزهولة بحالة شروع، مش مصدقين بسوصاً معنا ما شافوا الصور اللي احنا خدناها في الحاجة العشوائي اللي كانت عايش فيه آه طبعاً، شافوا صورها وهي هناك وقارنوها بالحالة دي فيها دلوقتي الناس جالها زهولي هم بيقول لحضرتك أنهم مستعدين لاستقبال الحالة في الوقت المحدد وحضرتك معاها طبعاً، ولو حضرتك عايز تيجي في وقت قبل كده مفيش مشكلة إذا كان وقتك يسمحي آه بس في حاجة مهمة الشروق هتخضع الاختبار هيحضره أساتذة كبار في كل فروع العين وطبعاً المكافأة اللي هنأخدها هتتوقف على نتيجة الاختبار ده آه طبعاً بس أنا لاي رأيي يا ريت نزود الجراعات التدريس اللي هنديها الشروق في الفترة اللي جاية لا نكترها عن الأول أنا متأكد أنها هتستوحد لو هتلاقش علي، أنا مش هتأخر إن شاء الله المامو خد بلا جاية أنت من نفسك مع السلامة شفتي بقى يا ست ماما الحاجات اللي أنا جبتها لكم تاني بس هوا ليك حاجة تعجيبك قوي إيه رأيك في الفستان ده يا ست الحبايف الله، حلوة قوي يا روايدة بقالي كتير ما جاتليش هدمة جديدة حلوة كده من هنا ورايحها غراء الجديد في جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله هتغرأي أمك فين يا روايدة؟ حرمهم يا باب جامعا يا بنت إن شاء الله بس يكون من مال الحر والحلال عشان كده واضح إن أنا مش هسيب البيت ده أبداً كفاية علي سيدنا النبي جالب المنام الله أكبر وبيقولوا اللي بيجلوا سيدنا النبي عمره ما ينظام عليه الصلاة والسلام شفتي يا برويدة بنتك جابتلي إيه؟ إيه رأيك بقى يا برويدة في البدلة دي؟ أظن طول عمرك كان نفسك فيها أولاً أنا إسمي مش هابو روايدة إسمي أبو عادل ثانياً الفلوس اللي اشتريت بها الحاجة دي كلها جدتها منين؟ من شغل يا بابا من تعبي وجاري طول النهار والليل؟ شغل إيه يا روايدة بتتكلم عنه؟ ما أنا عارف مرتب كله في الجامعة قديه؟ أظن حتقوليلي من مكتب الدكتورة اللي بشتغل فيه؟ حيديك كام يعني؟ ثلاث أبعاف مرتبك؟ برضو ما يجيبوش الهلمة دي كلها؟ دهب وألماز ومسوغات؟ الله، وعربية عزير وسيقاها؟ غير الملابس اللي بألاف الجنيهات؟ ما تتكلم يا أمو روايدة؟ ولا فرحة لما جايبها؟ للدرجات دي حضرتك شايل مني؟ عشان كده بقى ما كنتش بتكلمني طول المدة اللي فاتت؟ ولا ححط لساني على لسانك يا روايدة لغاية لما تقوليلي سر الفلوس والسروة اللي هبطت عليك دي منين؟ يا بنت أنا شقيان أنا ربيتك وربيت إخواتك بشآية وتعبي وسط نحنى من كتر الشمل همري ما مديت إيدي لحد ولا مديت إيدي على حرام ولا فتحت درج ولا خدت رشوة ولا عملت اللي بيعملوا زمايلي من هنا ومن هنا بيهلبهم يا بنت أروح منه فين؟ أروح منه فيني ومن الإيامة؟ قوليلي بيبدل فلوس دي منين؟ ما قلتلك يا بابا ما قلتلك من شغلي وحضرتك تقدر تسأل أنا بشتغل مع الدكتور مأمون بعمل معاه أبحاث بيمولها الجهات أجنبية بيدفعوا مبالغ كبيرة قوي بالدولار وباليورو وحضرتك تقدر تسأل الدكتور مأمون بنفسك ولا حرام؟ حرام اللي زينا يعيشه في نعمة لازم نفضل عايشين في الفقر والدنك ونرضى بيه لازم لازم أفضل مد إيدي وقولك إديني فلوس إديني فلوس مواصلات عشان أروح كليتي لازم أروح على طول بجزمة مقطعة وهدوم مقطعة وزمايلي يضحكوا عليها ما أنا عشت كده طول عمري ليه مستكترين علي النعمة ليه؟ ما ترد يا بابا ما ترد يا بابا بس يا حبيبتي بس أبوكي ما يصدش أبوكي بس قلقان وعايز يتطمن عليك اتطمن يا بابا اتطمن أنا مش متطمن أنا داخل أقرار ورد خلاص انت حر بقى يا بابا ترجمة نانسي قنقر موسيقى ماما يا حبيبتي متهالي كده كفاية يا بابا الريب بقى ترجعي مصر مش هتفضلي قاعدة هنا على طول لا أنا حافظة هنا أنا مسترياحة مع أختك روح انت لباباك أنا سمعت انه هايس مع البنت اللي اسمها ريهام ولا ريمون دا دي بتاعت شوبر ايه قصد حضرتك رويدة اسمعت ايه بقى؟ اللي تعرف ولا حاجة يا سامحي مامي بيتبالغ زي العادة دي واحدة شايفت بابا بي قاعد مع رويدة في رستورو عن نيل بيتعاشوا سوا مع بعض مفيحش اي حاجة أستاذ وبتعاش مع تلمسته فيها ايدي يا مام وبقى لين بابا بتقول عمره سمعته سبقاه باتخليش الشاك يتزرع بينك وبينه شاك انت سازجة قوي اللي تزرع بيننا قبشع من الشاك الكراهية وهو اللي زرعها يا ساة يا رب طيب قول لحضرتك ايه انا عندك صراح كويس ايه ايه رأيك لو ترجعي مصر تعود شوية وبعد كده لو عايزة تيجي داني هنا تعالي لا انا حافضل هنا مع اختك مش هسيبها لوحدانك اختي كويس او زي الفل ايه ايه فيه ايه بقولك لا ويوم ما حب ارجع حرجع في الوقت اللي انا حدده راحتك عموما انا حجسط طيارة بكرة بكر كويس لو عايزة تيجي معايا تعالي على فكرة يا مامي بابي عيد ميلاده بكرة انا هكلمه ساعة اتنشر عشان اقوله كل سنة هو طيب ياريت يكلمي معايا هو دلوقتي قاعد الواحدة واجيت ناسي زي العادة ايه ميمو 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 هموم يا ميمو بسرعة اصحى 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 بس قوم بسرعة برا في حرامي حرامي ايوه ايه 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 كل سنة وانت طيب يا حبيبي النهاردة بقى بدأت سنة جديدة في حياة حبيبي ميمو تصدق انا كنت ناسي انا بقى مقدرش انساء ابدا اليوم اللي اتولد فيه فارس احليين وهو اللي سبب سعدي وهنايا انا بقى انا بقى انا بقى انت عارش ابقى كل يوم بحس ان ما قدرش استغلا عنك ابدا طب ممكن توعدني ان احنا مش هنسيب بعض ابدا نسيب بعض اوعدوا لي كده اوعدوا لي الموبايل سيبوا سيبوا يرن تعال اد في الشمع الاول بس عايزك تتمنى حاجة اتمنى ايه ان انت تفضل معي على طول طول العمر يا حبيبي ايه ما بيردش بردو يا سامح تليه نعم بدري بيكلمني الصبح ماشي يلا تسبع على خير وانت من قبل. انا احاول اكلمه في الاكدابية برضه اشوفه. هلو؟ لا يا اسماعيل. الحمد لله تمام. الدكتور عندك؟ اه. اصيب اكلم عن مجبال ما بيرضش. طب انتيني شروع. هلو؟ مش معقول دكتور سامح؟ طبعا عرفت صوتك. ازايك؟ ازايك يا شروع. وحشتيني يا اوي. وانت كمان. بجد؟ انا كمان وحشتك. وحس ان فيه حاجة كمان نقصاك انا مش موجود. طب دا كويس. انت عارف؟ انا اطلق بط النهاردة في درس الرأس. والمدارب قال لي ايه؟ اجيب لك الدكتور سامح عشان تعرفي ترقصي. برضه بتغرب موضوعك العادة. بيش فائلة فيك؟ لا ابدا. هو انت جاي امتا؟ ان شاء الله بكرة الصبح عندي بعاد مع السفيرة. او خلصه واخد طريب الليل. وليلي مش عايزة حاجة من قرنصة كباليب انا جاي؟ لا مرسي. تيجي بالسلام ان شاء الله. تسبح لخير. وانتي من اهل الخير. استني. شروع. انا بحب الكاوي. تسبح لخير. انا مش مساد. بقى انت السمري. السمري بتاع عادات الانس والحشيش والفرفشة. إلا فاني وما بقى إلا وجهه استغفر الله، استغفر الله أنا خارج بعد كم يوم، ما لزمكش أي حاجة عاوز منك يا عبد، استغفر تسمعت إن في ناس ولاد حلال أو أمورك محامي عشان نعملك نقط بس ترافض، تليك زعلانة ولدان مش عايز نقط، مش عايز حاجة أنا فراس، مش خايف قبله سبحانه وتعالى أنا طبعا فكره ورحمته استغفر الله وما بصفين وما لو حلفتلي علمية تاجمد إن ده السمري ما ستاقش إنت بشروق سامة، الحمد لله على السلامة يا دكتور والله يزلمتك، وحشتيني، وحشتيني هاوي إيه؟ هم وحشتكيش ولا إيه؟ لا، أكيد طبعا وحشتيني الناس في باريس مبهورين بيكي، مش مصدقيني مستوى لأنت وصلتينه ده أنا تلعب بشر بابا، على فكرة ما ليحسابك أنت هتسافر باريس عشان هتناشي الإسان بتاعتك، هتبقي أستاذة إيه؟ هتسافر باريس؟ أيها طبعا، بس مش لوحدك آه طبعا، أكيد مع الدكتور مقمون لا، مش مع الدكتور مقمون بس، أنا كمان حبا معاك همم، هتسافر معنا بقى بصفتك إيه؟ المشرف على الحالة صفر؟ ما خلاص بقى، ما فيش لا صفر ولا حاجة، بقولك وصلت الأعلى درجات العلم أنا برضو في الحالة دي مش هتسافر معاك بصفة المشرف عليك، لا مال بصفتك إيه؟ ابن الدكتور مقمون؟ برضو لا، أنا هتسافر مع حضرتك بصفة زوج الأستاذة الباحثة شيري المصري إيه؟ انت بتقول إيه؟ إيه اللي بقول إيه؟ هتقدملك عشان أتجوزك، هترفضي ولا إيه؟ إيه؟ بتقولي مين؟ أنا سمحة بنتا عليها ببرة وعايزة تقابل حضرتك آه هفضل برة كتير يا باش مهندس؟ آه أهلا، أهلا، ما سهلا إيه النور ده؟ نورت الشركة، آه أهلا بيكي آه، جرى يا أستاذة، الأستاذة دلوقتي بقت شريكة معانا ولها نصير في الشركة، آه تحب تشرب إيه؟ أنا مش جاي هنا عشان أشرب حاجة آه، طيب آه، 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 آه من فضلك لو سمحتي، طروحك جبيلي بقى الملف بتاع المناقصة الجديدة بصور عشان الأستاذ تطلع عليه حضر يا فان فضلي، عشان تشوفيه بس في التقرفي مناقصة إيه بس يا باش مهندس؟ انحم نفسك بقى شوية، أنا عارفة أنك بتاخد ساعة بريك عشان تتغذى ممكن بقى تعزمني على الغدى؟ طبعا، يا سلام، أنا أجيب لحضرتك أحلى غدى من أحسن مطعم في مصر ده كلام برضو؟ معقول؟ هتعزمني على الغدى هنا في المكتب؟ يلا غير المكان، أنا عزمك على الغدى في الأوبن إير، على النيل، بس إنت اللي هتدفع الحساب؟ طبعا، 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 طيب، خلاص، حارك الفضالي استنيني، أروح بس البابا، أقوله أن أنا نازل وأجي أرجع الحب أنكل عفة تعارف أنكل عفة تعارف، طيب كويس أول، خلاص، يبقى يلا بينا نروح بقى، هنوعد نأمل جيد، يلا، ثانية واحدة، ثانية واحدة، ما عليش، أخد حاجة بس، ما عرفش الحقيقة يا والله، ولا إن رايحة ده كده، ولا أي حاجة يعني، اتفاجئت، موضوع كله مفاجأة لا، طبعا، فضالي، الغداء إن شاء الله، مين إن شاء الله؟ أنا مش قادر أسدق نفسي، أنا في حلم ولا في علم؟ في حلم وفي علم، العلم هو اللي خلاكي توصالي اللي انت فيه ده يا شروق، وتي خلاص، بقيت واحدة تانية خالص، اتحددت نفسك، واتحددت ظروفك، ووصلت لأعلى درجات العلم شروق، أنا خلاص، ما عدتش قادر أستغنى عنك، أنا أخيراً لقيت معاك الحب اللي طول عمرك، كنت بتمنى أني لايه، شفت، وديك قلت باتمم، يعني حلم، مش على أرض الواقع طب وفيه إيه؟ الحب إيه غر حلم، حلم يخلينا نحب الحياة، وخلينا عايزين نعيش مالا بنحبوهم فيها كلامك خلوة أو يا سيما، بس في حاجة لازم أقول حيلك قبل ما تاخد قرارك، أنا، ولا كلمة بقى عن الكلام العبيد بتاع المستوى الاجتماعي والفروق الطبائية والكلام ده، كل ده خلاص، انتهى، أنت بقيتي واحدة تانية دلوقتي، بقيتي أحسى من أي واحدة في الدنيا كلها سامح أركوك، في حاجات كثيرة أمي أنت ما تعرفهاش، اديني فرصة، ولا كلمة زيادة، خلاص بقى، أنا عرف أنت هتولية كويسة أوي، ما تقلعيش، بس تخلصي مدد العهد بتاعك اللي أنا، وأخذيك ونروح على أهلك وأطلوبك رسمي، بس دلوقتي هطل عطلوبك من دكتور مأمون، إيه رأيك؟ الشروع أنا خلاص، ما عودش قادر عايش من غيرك، وأنا مسافر كنت على طول قدامي، مش شايف حد غيرك، هتنعمل إيه بقى؟ أصبع عني، أحبك، أحبك قوي كمان، أنا أطلع فوقه، ولو اسماتي الصوت الزغريت، ولا حاجة ما تيلاقيش، تهدنا على المزخة، تفضل، دي سيديهات عليها كوليكشن مادر، لأهم السيفونيات العالمية، مش أنت بتحب الكلاسيك ميوزيك؟ فعلا، أحبا جدا، فعلا، مأتوب عليهم، ومليان، وموسيقى، ومسقدة العالمية المنتازة، هاي، وليلي هم، جمعهم إزاي كده؟ كلوا بيخوا، أطلوب لك أنا؟ آآ، من فضلك، هات هنا المال أوردر، سمك جامايكا، وبلورايز، وخودار سوتي، وأوريانتل سالد، ده، بالزبط، طرق المفضل بالنسباني، وأنا زي، أوكي، أنت مش بس عارفة، إيه النزيجة اللي أحب نسمع، أنت كمان عارفة، ما أحب أقول إيه؟ طبعا، في زائم عادتك، وغزائق روحك عندي، يا باش مهندس، أنا عاملة عنك دراسة، آآ، دراسة مره عادة، طب، اسمعيني أنا أسألك، يعني، كل ده ليه؟ لسه ما عرفتش ليه؟ أنا، أنا بصراحة، أنا خايف عليك، يا أده، أنا بحبك بجد، وعارفة أنك مش بتحبني دلوقتي، وعارفة السبب، إيه هو السبب؟ ققدة حبك القديمة، بتاعت الفل، أنت عرفت الكلام ده منين؟ مش قلت لك أنا عاملة عندك دراسة، طب، ما عليش تسمحيلي يعني، أفهم، إزاي أنت عارفة أن أنا مش بحبك، ومع ذلك سامحة لنفسك أنك انت تحصريني بالشكل، أنت بتسمي حصاري، وأنا بسمي قمة الحب والتفاني، تيجي إزاي؟ إذا ما قدرتش أنسيك حبك القديم، هعترف بفشل، وهسيبك مع ذكرياتك، كبريائك، كبريائك أنت كأنسة، كبريائي من إصراري، يا أفهم أنا مش دخلة في منافسة مع أنسة تانية على حبك، حبك القديم مجرد ذكرياتك، هتتنسي مع الزمن، ومجرد ما يكبر حب في قلبك، ودي بقى مهمتي، أنا مش قادر أنكر بصراحة أن أنا مواجب جدا، بتحليلك وإصرارك ده، مادام بدأنا بالإعجاب يبقى أنا متفائلة جدا، بس أنت سيب لي نفسك خالص، ملاش تحط متاريس قدام مشاعرك، انسي في معتقل ذكرياتك القديمة، وبص قدامك، أنا عاملة ديزاين، مش أنت الواحدك اللي بتعمل ديزاينات يا باش مهندس، شكلت كده راس معلات قيل قوي، قوي قوي، خاف مني، لا، أنا قلت لك أن أنا خايف عليك، مش منك، تبقى دي بداية حب حقيقي، طيب ما ديك كويس قوي، معنى كده أن احنا ممكن نسافر كمان شهر، آه، آه طبعا ممكن نسافر، مش مشكلة خالص، بس برضو لازم نكسف اللي باقي من الكرس ليها، لأن الحكاية دي هي لها تأهلها أنها هتناقش للرسالة بتاعتها، آه، مش أنت حيلة كبطل، قالين هي بترتاح لي أسلوبك، ركز معها أنت والأسادة باليومين دولي، آه، حلوة كايب بترتاح لي أسلوب دي، والله أنا بقى لي فترة ملاحظ الحكاية دي، طب كويس، والحقيقة الحكاية دي هتخليني كبان أتشجع أني أطلب منك طلب يعني، أطلب اللي أنت عايزه، وقالي أني أعرف طلبك، على نوم يا سيري، أنا نفس تقول لك من غير ما أطلبك، كلمت مع علي الوزير، ووظفتك في السفارة إن شاء الله محفوزة، وهو يعني في الاجتماع اللي جاي، هتطلع على القرار، والحقيقة بابا أنا طلبي يعني بعيدة عن السفير، وعن شغلي أساسا، هو حاجة خاصة بمستقبلي، أنا عايز أتجوز، انت تتكلم بجد؟ على لو أنا كنت حاسس، أنا شمع أقول ولدتك تسيبك ترجع من عندها، من غير ما يبقى في لك عروصة، واللي بقى اخترت لك مين؟ أكيد عروصة، أهلا هاي هاي، أنا عارب شروت، لو الحقيقة مفيش هاي هاي، ولا حاجة لإنها ما اخترت لش حاجة أساسا، أنا اللي اخترت، تبقوا مالويني، شاور عليها وأنا أروح كتب على كفارة، هشاور طبعا، بابا أنا، أنا عايز أتجوز، عايز أتجوز شروق، شروق مين؟ بنت العدنة دي؟ هلها بس بابا البنت دي؟ هاي، هاي خلاص، بقت واحدة تانية خالص، وكمان كم شهر، هتناقش الرسالة بتاعتها، وهتي بقى أستاذة، وبعدين أنا بطبق نزليت حضرتك، يا بيتة، ما بغلط، بلت دي، مجرد حالي، شيء، احنا صنعناه، وحطنا له ملامح، لكن لا لها أصل، ولا فصل، ولا جزور، تجلز، تجلز واحدة، أبوها سبا ساجين، وما هبتشغل فراشة، طب خليبت مني، خلان ولادك، يومين، بشوقت الصيعة، والصابين، والحرامية، دون، يا بابا فهمني بس، الناس دي خلاص انتهت، حضرتك غيرت البنت دي، مساحت تاريخها كله تقريبا، يا بابا دي، ذا كلام نظري، هيخلص البحث، وهنرملها المكافة بتاعتها، وأنا هاخد جايزتي، وكل واحد هيروحي لحال سبيله، بابا، بابا أوعدك، وعلى كتب أهلها، هتنقطع تماما، يا ابني انت مترشح لوظيفة مهمة في وزارة الفرجية، الوزارة هتسأل عليك، عايزين يعرفكم مين أبوك، ومين أمك، ومين أصلك، ومين مراتك، ملاش النقطة السودة دي، بتاريخ حياتك، يا ابني شبر على أي وحدة، وأنا أجوزها لك، لكن البنت دي بالذات لا، ترجمة نانسي قنقر